من سبع سنين وصل يسار الفرنسي لأكسى درجات التهميش وبلش لحكي عن نهايته من وقته قدر هالمعسكر يسترجع مكانته ويتصدر نتيج الانتخابات النيابية شو صار بهالسبع سنين؟ بين 2012 و2017 كانت آخر تجربة للحزب الاشتراكي بالحكم تجربة خسرته شعبيته بعد مصاريد سياسية الحزب أقرب لليمين والوسط بانتخابات 2017 انخفض تمثيل الحزب الاشتراكي لخمسة بالمية من المقاعد بس بها الفترة بلش يستعى نجم حزب فرنسا الأبية بزعامة جونيك مينانشون حمل مينانشون أولويات بيئية وعمالية واعتمد على متخصصين بكل ملف لصياغة برامج حركته استفاد من تراجع الاشتراكيين وطرح حزبه كبديل مناهد للتركيبة السياسية التقليدية رغم شعبيته ما كان قادر حزب فرنسا الأبية يواجه لوحده بس قادر يشكل نقطة القوة لتأسيس الجبهة الشعبية اللي بتضم مختلف أحزاب اليسار استفاد تحالف الجبهة الشعبية من صعود شعبية مارين توندولي اللي عم بتقود حزب الخضر من سنة ونص بخطاب حاد تجاه سياسات ماكرون وهي كانت من أبرز الوجوه اللي قادت الاحتجاجات ضد رفع سن التقاعد أما الحزب الاشتراكي فدوبى الحضوره بالبرلمان عن الدورة السابعة بعد ما خلق رفيالي جلوكسمان حيثية سياسية إضافية كتيار داخل الحزب بتبني خطاب أقرب للوسط وعلى مسافة بعيدة من ميلانشون ضمت الجبهة كمان الحزب الشيوعي الفرنسي اللي حافظ بها الانتخابات ع حضوره التقليدة في ثلاث عوامل ساعدت اليسار للتكتل بهالشكل أولاً خطر تقدم اليمين المتطرف تانياً طبيعة النظام الانتخابي اللي بتفرض تنسيق الأحزاب لتقديم تنازلات متبادلة بين بعض وتسويات مع التكتلات الباقية وتالتاً تبني ماكرون لسياسات نيوليبرالية زاد من أهمية أجندة اليسار وخاصة بملفات مثل حد الأدنى للأجور وسن التقاعد